طيب بعلوا ناخد عليه المسألة ونشوف طريقة حلها ازاي المسألة بتقول calculate the atomic mass of copper knowing that it is found in nature in the form of two isotopes Cu63 with 69.09% and Cu65 with 30.91% ومديني الاتomic masses بتاع كل واحد من دول انت هتعملها ازاي يا دكتور هتعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ادي جدول كده انا بحب دايما احط الداتا بتاعتي فيه جداول عشان تبقى منظمة الجدول عبارة عن two columns للtwo isotopes حطيت الاتomic mass بتاع كل واحد وحطيت الpercentage in nature بتاع كل واحد وبعدين طبقت القاعدة دي بتقول ان الاتomic mass او الاتomic mass بتاع الالمنت بيكون كالاتي لكل isotope بعمل multiply للاتomic mass في الpercentage in nature وبعدين بقول لهم divide كلهم divide hundred فبيطلع لي الاتomic mass بتاع الالمنت بعد كده اخذنا حاجة اسمها mass and energy units فلو هنتكلم عن الماس of the atom measured by the atomic mass unit اسمها amu دي الماس بتاعت الاتم فخلي بالك دي واحدة قياس خاصة بالاتم بس لمين للmass of the atom طب اليو الوحدة بتمثل قد ايه من الجرام فنقول 1.66 times 10 power negative 24 منيجرام طيب اليو بتمثل قد ايه من الكيلو جرام فنقوله 1.66 multiply 10 power negative 27 للفرق لما بين الجرام والكيلو جرام هو فرق ايه 3 زي ما اتفقنا طيب والmeasuring units بتاعت الانرجي فبيقول احنا عندنا اتنين measuring unit energy واحدة اسمها جول والتانية اسمها electron volt ازاي احاول ما بين electron volt والجول زي ما انت شايف على الرسمة وراء وقلم واكتبها عشان هتساعدك في الايه في الامتحاد من electron volt الى جول فبقوله ملتبلاي الرقم ده 1.6 multiply 10 power negative 19 اما من جول يبقى divide نفس الرقم كمان ما تنساش ان انا ممكن احول من million electron volt الجول انت حولت من electron volt الجول بان انت قلت له negative 19 اما million يبقى زود عليها 6 بقى يبقى multiply 10 power 6 يبقى كده يبقى المجموعة من million electron volt الى جول 1.6 multiply 10 power negative 13 الميجورين جيونتس مهمة تحويلات الميجورين جيونتس مهمة جدا انا عندي القوانين اللي انا بستخدمها علشان احسب بيها الانجي في عندي القانون اللي هو E equal M multiply 931 وده في حالة بص بقى وحدات القياس في حالة ان الانجي بالميليون electron volt وان الماس باليونت اما اذا كنت عايز تحسب الانجي بالجول يبقى لازم تكون الماس بالكيلو جرام وبندربها في c square اللي هو رقم ثابت light speed square اللي احنا بنسميه احنしلي لانجي أحنا بنسميه ترجمة نانسي قنقر